من جانبه حذر وزير الدفاع على ميركي جيمس ميتس نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون من الحمق الشديدة واستدل ميتس خلال رحلاته إلى العاصمة العمانية مسقطة بتقارير غير مؤكدة عن حالة اختناق بعد شن هجمات بغاز الكلور على الغوطة الشرقية منتقدا روسيا لدعمها لنظام الأسد وقال أن الرئيس دونالد ترامب حذر من عواقب هذه الخطوة في بداية فترة تولي منصبه مشيرا إلى الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة جوية سوريا في أبريل 2017